عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف النهاردة حلقة مختلفة حلقة مسيرة حلقة كلها احتفالات بفرق الحريف اللي صعدت لي الأدوار النهائية من دوري الحريف أقوى بطولة وأول بطولة للأكاديميات تقام في تاريخ الأكاديميات المصرية بدأنا البطولة من 4 سنين والنهاردة بنوصل لنهايات الموسم الرابع زي ما حضراتكم متابعين وعارفين البطولة انطلقت في شهر سبتمبر الماضي كانت منافسات قوية جدا بين معظم الأكاديميات من بداية 2011 حتى 1999 سن 1999 ووصلنا للمحطة اللي قبل الأخيرة وهي محطة التأهل للمراحل النهائية المجموعات خلصت اللي صعد صعد واللي ما صعدش بنقوله هارد لك أكيد استفدت من الاحتكاك أكيد لعبتك خدت خبرة وده الأهم وده اللي احنا بنركز عليه دايما في بطولة دوري الحرير النهاردة هنقول لحضراتكم مين الفرق اللي صعدت ومين الفرق اللي طوجت بالبطولة زي ما انتم عارفين كان عندنا سبع بسابقات بداية من 2011 حتى مسابقة 1999 طبعا كان فيه مجميع كتير ولكن بطولة 2011 وبطولة 99 اللي هي الميكس دي كانت بتقام بنظام البطولة المجمعة ونجح فريق بايونيرز ان هو يفوز بطولة 2011 بعد 18 أسبوع منافسة لمدة 18 أسبوع بايونيرز تفوق على جميع الفرق اللي كانت معاه في المجموعة وكانت منافسة قوية جدا حتى الرمك الأخير مبينه ومبين أكاديمية فيوتشر المحترمة بقيادة الكابتن أحمد سعيد بايونيرز قدر يحسم بطولة 2011 اللي صالحه قبل الجولة الأخيرة أو في الجولة الأخيرة على الصعيدة الآخر مسابقة الميكس اللي هي أكبر مسابقة في الموليد قدر فريق سبورتينج الرحاب ان هو يتوج بلقب هذه البطولة أيضا بعد 16 جولة وبعد منافسة شارسة جدا مع فريق ناشئين مصر ونجح ان هو يحسم البطولة في الجولة الأخيرة كان الفرقتين ماشيين مع بعض بالتوازي في عدد النقاط ولكن في الجولة الأخيرة سبورتينج الرحاب قدر يفوز على فريق إيجلز بينما ناشئين مصر اقتعادل في آخر مباراة ليه لتحسم البطولة لصالح سبورتينج طبعا بنهني الفرقتين سواء سبورتينج أو بايونيرز وبنتمنى التوفيق لباقي الفرق اللي لسه مكملة والمنافسات بتاعتها هتبدأ المرحلة المقبلة إن شاء الله الجمعة اللي بعد الجاية وهنشوف الجداول دلوقتي كل فريق وصل لحد فين وترتيب الجداول ايه يعني مثلا هنبدأ ببطولة 2003 دي المجموعة التانية في 2003 ودي النيل قدر يوصل ل37 نقطة ويصعد من المجموعة دي كأول للمجموعة تحت قيادة الكابتن سيد زغلة ويعني تعادل وحيد لودي النيل وخسارة وحيدة يمكن كان الماتش الوحيد اللي مجوش لأسباب خاصة بهم هو ده الخسارة الوحيدة لودي النيل في هذه البطولة فريق بورتو المركز التاني 31 نقطة وكان وراهم بينافس بقوة فريق باريسة جيرمان بتلاتين نقطة يعني بورتو صعد بفرق نقطة واحدة عن باريسة جيرمان المجموعة الأولى في 2003 كانت منافسة قوية جدا 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 وما تحسمتش غير في الأسبوع الأخير ودي كانت أقوى مجموعة في دوري الحريف في كل المجموعات مجموعة 2003 قدر فريق النهضة تحت قيادة المدرب المحترم الكابتن محمد ممضوح أن هو يتصدر المجموعة دي يعني النهضة قدر يحسم البطولة 2000 أو مجموعة 2003 لصالحه وكانت المنافسة على المركز التاني كوية جدا 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 ما بين أشبال مصر وما بين جمال عب حميد وانتهت في الجولة الأخيرة لصالح أشبال مصر كسب جمال عب حميد أشبال مصر كان عنده 25 نقطة جمال عب حميد 25 نقطة المطش الأخير ما بينهم أشبال مصر كسبة جمال عب حميد وصعدت بالمواجهات المباشرة فرقتين تساووا عند 25 نقطة ولكن أشبال مصر صعدت بالمواجهات المباشرة طبعا وإحنا بنتكلم عن المجموعة دي فريق النهضة كان عامل نتائج محترمة فاز في 10 مطشات فاز في 10 مطشات وتعادل في مطشين وصعد أول المجموعة فريق جمال عب حميد طبعا بيقوده الكابتن واقي والكابتن عمر الجرجاوي كانوا عاملين نتائج كويسة جدا وصلوا ل 26 نقطة ولكن حظهم العسل أنهم وفقا للليحة تم توقيع عقوبة عليهم وتخصب منهم نقطة ليظل رصدهم عند 25 نقطة ويتساوى معهم أشبال مصر اللي بيدم مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري قباقة وغيره وغيره تحت قيادة الكابتن طارق نور أو الكابتن طارق الشيخ طيب هناخد مداخلة مع أول فريق يحسن بطولة دوري الحريف لموليد 2011 مع الكابتن محمد قرماني المدير الفني لفريق بيونيرز ألف مبروك يا كابتن محمد الله يباري فيك يا كابتن أول حاجة أنا بشكرك جدا وثاني حاجة ببعد تهنيئة لحضرتك وبقولك من نجاح لنجاح حضرتك منور الدنيا كلها وبشكر منظومة الحريف بصراحة شاية حق ومعاك تيم أو جروب شغال حاجة محترمة من الكابتن نيمي للكابتن سعيد للكابتن نشأت للكابتن كريم حاجة فوق الوطس وهو مش عاوز أنسى الكابتن المجدي طبعا حاجة محترمة جدا 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 يعني صراحة عامليني السنة دي شغل كويس جدا أنا ما جاء الكابتن كريم بيكلمني بيقول لي إن الكابتن كرماني في المطش اللي احنا توقنا به للبلطولة بيقول لي قلت له أنا شايف اللي ده أنا شايفها ما تقلش عن الاتحاد ده بالعكس أطمم الاتحاد أنا لو رحت لأتي في الاتحاد أنا هلعب 12 ماتش أنا هلعب 18 ماتش حاجة فوق الوصف يعني اللعيبة عندك استفادت من يعني من الاحتكاك الأول يعني المكسب بيبقى مكسب معنوي ولكن الأهم من اللعيبة تكون قدرت تستفاد من الاحتكاك من 18 ماتش ومنفسة قوية ومنفسة طويلة والمستوات كانت متقربة جدا وهل أنت لما دخلت البطولة السنادي أنت طبعا حضرتك معنا بقى لك كذا سنة دي مش أول سنة ليك هل كان ليك هدف السنادي أنك يعني تنافس على بطولة من البطولات اللي أنت داخل فيها ولا كان هدفك إيه؟ والله أنا من طبيعتي أو ده أسلوب شغلي اللي أنا بحاول للولد ما فيش حاسمها منافسة بس بديله هدف أنت هدفك تلعب على المركز الأول أما إحنا بيجي نبص على الأهل والزمالك بنقول ده أهلي ده أهل زمالك ده لازم يلعبه على المركز الأول والتاني طب ليه أنا ما بقاش هزايد ليه أنا محطش الطموح للولد ده وده أنا بشتغل عليه إنما مش بحطه تحت ضغط اللي لو أنت خرط حعقبك لا مش الكلام ده إنما أنا مداخل البطولة آه أنا حاط إيهني على المركز الأول وبمرني ولادي وبديهم جمل وبا وحدة وحدة بديله جملة وحدة وحدة على قد قدرات كسبنا ماتش التاني معانا أكاذبات محترمة جدا ومستويات العيل بدأت تفر وبيت بدي جمل وبادل الوقت تشتغل معايا وما وصلنا وكسبنا أنا نور في الفرقة أو ثلاث تربعة الفرقة مطلوبين لأمدية أنا مش عايز أقول عندك ما شاء الله عندك لابة كويسة جدا أنا بالضبط مين اللي عندك مطلوب لأمدية يا كابتن عندي أشرف جون عندي عمر عندي مصطفى عندي حازم عندي عبر حمار يعتبر الخمسة الأساسيين اللي كانوا بلعبوا في البطولة هم كلهم مواليد 2011 مطلوبين لأمدية أنا نادي في أمدية الطلبات كلمتني وقالتوم لتوم أنا ما أنفعش أن أنا تكلم معي ولا بدلوقتي إلا بعد ما الموسم يخلص والكاس يخلص وحضراتكه تيجي تبصه على الولاد على أساس الولد ياخد كرسه يحس بنفسه واستعدادتك إيه للكاسة كابتن كرماني والله أنا داخل أنا كنت داخل بفرقة واحدة وحضراتك عارف الكلام ده أنا أستنادي في الجاز في الجاز داخل بثلاث فرق A و B و C دفع 2011 فقط نعم فندب 2011 أنت داخل ثلاث فرق في مواليد 2011 ولكن في المواليد التانية ليك فرق تانية وليه 2009 فرقتين و2007 فرقتين و2005 فرقتين تمام فرقة كابتن كرماني بنتمنى لك التوفيق من المدربين المحترمين واللي ليهم بصمة في دور الحريف وليهم بصمة على تطوير أداء اللعيبة بتاعتهم وأنا بشكرك يا كابتن كرماني وإن شاء الله بنتمنى لك أنت وباقي الفرق التقلق والتوفيق في بطولة الكاس أو بطولة الدوري اللي أنت هتستكمل أو بطولة الدوري اللي هتستكمل فيها المراحل النهائية طبعا كابتن كرماني زي ما قلنا الكابتن كرماني صعد وقلنا الفرق اللي صعدت في 2003 عندنا برضو فرق تانية صعدت في 2009 هنشوفها برضو في الجداول وفرق صعدت في 2007 وفرق صعدت في 2005 ولكن حبينا نبدأ بالكابتن كرماني اللي هو أول بطولة تحسم السنة هي بطولة 2011 وسبورتنج الرحاب تاني بطولة تاني بطولة تحسم هي سبورتنج الرحاب وإحنا بناخد الجداول فيه ونتكلم عن الفرق اللي صعدت معنا برضو أكاديمية تانية من الأكاديميات المحترمة ولما بيكلمني أنا بقول له الكلام ده ما بيننا على الخاص وفي التليفون بقول له إحنا بنحترمكم مش علشان أدائكم ولا علشان مستواكم ولا علشان اللعيبة اللي عندكم في الدوري ولكن أول مشاركة الأكاديمية العدوي معنا في دور الحريف ولا مشكلة ولا اعتراض على تحكيم الناس بتيجي ملتزمة جدا في معدة مفيش ماتش تأخروا فيه مفيش ماتش عملوا مشكلة فيه كنترول على أعلى مستوى على اللعيبة بتاعته عنده مجموعة لعيبة من أفضل اللعيبة في محافظة الأليوبية كابتن العدوي محمد العدوي المدير الفني لأكاديمية العدوي واللي تأهل على ما أعتقد بفريقين 2009 و2007 أهلا بيك يا كابتن محمد ومبروك التأهل بنا أبارك فيك كابتن محمود وشكرا على المقدمة الجميلة ديت ويا ربي دايما دايما نكون عندنا حصن الظلم إن شاء الله سعطت بإيه يا كابتن سعطت بأي 2009 و2007 الحمد لله دور الثمانية و2007 دور و16 يعني صح زي ما أنا قلت 2009 على الفين يعني الزاكرة ما تماما ما كابت إن ما شاء الله عليك أولا أنا أشكر حضرتك بشكر مظلومة دور الحديث بنا يخليك الناس المحترمة جدا جدا والمتقى كبير جدا جدا اللي فيه أكاديميات في مصر وأشكر حضرتك بس أفا خط إنك صاحب العرض وصاحب الفكرة الجميلة ديت وصاحب الانتقاء ده ما تاخدش حقها كابتن سعيد المصري ومن كل المنظومة المحترمة الموجودة في دور الحريف أشكركم جدا جدا على تواجدنا معكم في وسط مثل هذه كوكبة رائعة وأتمنى ما دي بنبتقاته من حضرتك إن شاء الله استفدتوا إيه من المشاركة السنة ده يا كابتن عدو أحتجاكم على أعلى مستوى حضرتك إحنا بفضل الله بفضل الله الجبد المبذول ده من 2009 2007 في أكاديمية العدوي ده بيركع للكابات الكبيرة المشاركة معها في هذا النتاع كابتن مصطفى العريني كابتن حموص الزيني كابتن حزم فقر كابتن محمود حلمي والمدير الإداري الأكاديميات كابتن حزم الخولي أشكرهم جدا جدا على تعاونهم ومتعبهم معنا واحتكاك احتياج غير طبيعي واحتكاك رائع جدا يا كابتن يكفي سعادة الأولاد ويكفي ان احنا استفدنا كتير جدا جدا وعملنا علاقات على أعلى مستوى على أعلى مستوى جدا من خلال حضرتك ومن خلال التواجد للأكاديميات المحترمة اللي احنا نتمنى ببارك للناس اللي صعدت وببارك للأكاديميات اللي هي كانت منهج نطيب ان هي تقدر تكمل بس كنت خير تفير للكورة وخير تفير لأكاديمياتكم واتمنى لكم التوفيق كلكم ان شاء الله احنا اللي بنتمنى لك التوفيق في المرحلة المقبلة ان شاء الله وبنتمنى الأكاديميات العدوي من الأكاديميات زي ما قلت لحضراتكم على المقترمة بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد العدوي وبرضو لو الجداول بتاعت 2009 جاهزة او 2007 هناخدها وهنقول مين اللي صعد سواء في كل مرحلة سنية على حدة يعني احنا بتتكلم 2007 المجموعة التانية اللي شايفينها على الشاشة فرقة رحانة دي صعدت من بدري جدا ب31 نقطة تحت قيادة ايضا الكابتن المتقلق عمر الجرجاوي والجدول بيتكلم عن نفسه عشرة فوز تعادل وخسارة واحدة واكاديمية بيقودها الكابتن محمد جرجاوي المدير التنفيذي لجمعية اللاعبين القدامى وبيشرف عليها الكابتن جمال عبد الحميد ومن أقوى الأكاديميات اللي موجودة في مدينة نصر أكاديمية العدوي كان معنا الكابتن محمد العدوي وهو أتكلم عن الأكاديمية بتاعته وفرقة الإسماعيلي صعدت أحسن توالت والمنافسة لآخر أسبوع كانت ما بين الإسماعيلي 2008 المناسبة الإسماعيلي مشارك في البطولة دي بمرحلة سنية أقل فكانت المنافسة ما بين العدوي والإسماعيلي لحد آخر جولة 19 نقطة و19 نقطة ثم العدوي كسب في المباراة الأخيرة ليصعد العدوي تاني ويصعد الإسماعيلي أفضل تالت في هذه المجموعة طبعا كان فيه فرق تانية الماسة وفكتوريا وكابتن مصر وكبتاون يعني زي ما حالكم شايفين المجموعة الأولى كان فيها نجوم العبور كان فرق ماشي كويس وبيرامدز وبورتو استوعدت نجوم العبور بسبب قرار إداري فصعد من هذه المجموعة بيرامدز وبورتو يعني بيرامدز بيقودها الكابتن إهاب مدربين محترمين واعتقد هي بطل دوري الحريف للموسم الماضي الموليد 2007 وأيضا بورتو كابتن أحمد فايز من المدربين الشباب المطلطين في دوري الحريف واللي قدروا واللي قدروا يصعدوا بفرقتين هو صعد ب2003 وصعد ب2007 دي المجموعة الخامسة كابتن أحمد الباشا متقلق في هذه المجموعة ماشي أول 19 نقطة كان تحتية على طول أمل مصر 18 نقطة والمجموعة دي مجموعة قوية جدا أعتقد أن الجدول ده فيه خطأ بسيط أن هاليوبلس هي تالت هذه المجموعة والجزيرة رابع هذه المجموعة هاليوبلس 17 نقطة أو 16 أو 17 نقطة والجزيرة 15 نقطة طبعا الجزيرة ما هم من أفضل الأكاديميات اللي بتطلع مواهب على مستوى الجمهورية تحت قيادة الكابتن ألاء والكابتن ناصر والكابتن سلامة الأماش ودي المجموعة الستة ام اس في أول أول مسابقة ليها بتتصدر المجموعة 31 نقطة تحتهم ليفربول دي تاني مشاركة ليهم 27 نقطة ليفربول كابتن هشام وستار أكاديمي أول مشاركة ليها كانت بداية تقوية جدا وكانت محققة ست انتصارات في أول ست ماتشات حصل هبوط يعني معتاقد في النتائج بتاعتهم ولكن قدروا يحافظوا على فرصهم في الصعود وصعدوا أحسن ثالث لأن أكتر فرقة في ست مجموعات أكتر فرقة مركز ثالث في ست مجموعات جابت نقطة هي ستارز 25 نقطة إن إيه معاهم الكابتن أحمد مضربين المحترمين دفاع الجوة الدكتور هيسم والسكة الحديد الكابتن وليد وبايونيرز كابتن محمد قراماني أكاديمية أخرى من الأكاديميات اللي ظهرت بشكل كويس معانا أكاديمية كابتاون كابتن هاني نبيل كابتن هاني نبيل مشارك بأكتر من فريق وقدر أيضا بالفرق اللي هو مشارك فيها ينافس لحد الرمك الأخير في بعض المراحل السنية ومراحل أخرى نجح إن هو يصعد بيها كابتن هاني نبيل مبروك السعود للفرق اللي صعدت وهرض لك للفرق اللي ما حلفهاش التوفيق إنها تصعد مع باقي الفرق كابتن محمود أخبارك يا كابتن هاني الحمد لله قل إن تصعدت بفرق إيه احنا صعدنا بفرق 2009 وصعدنا بفرق 2007 وفرق 2011 خدنا مركز ثالث بعد ما كنا ماشيين الأول وحش بسأل أولي الأمور اللي كانوا بيغيبوا بس بعد كده ضبطنا الدنيا وفنشتنا الدول التاني كله بدون مهزيمة يعني وخدنا مركز ثالث اللعيبة شايف استفادت اللعيبة من البطولة لحتى الآن شايفها إزاي؟ لا اللعيبة استفادت جدا في البطولة وبطولة قوية بصراحة يعني بطولة يعني من أجمد بطولات في نصر يعني طبعا أقوى من دولة اتحاد القولة نفسه أصلا يعني كان أولي الأمور عندك بيتكلموا يعني معايا في مرة من المرات وبيقولوا إن إحنا الحاجة اللي هي بصتهم جدا من البطولة إن ما فيش فيها تزوير أه لا لا بطولة السنة دي ما فيش تزوير خالص وحريف مساعدة على الحاجة دي تماما وأي تزوير بيحصل طبعا بتعرض على حضرتك وبتقسم اللبناء بتاعته وحصلت بكاتر المباراة يعني شايف الاستعداداتكم إيه للفترة الجاية سواء للفرق اللي صعدت أو لبطولة الكاس اللي هتنطلق غدا إن شاء الله لا إن شاء الله بيستعدادنا قوية جدا احتمال لكم فيه معذكر وإن شاء الله البطولات اللي احنا ساعدنا فيها بإذن الله لكيبتون بإذن الله واستعدادنا الأقوى بفترة 2011 اللي في الكاس عشان هيدي اللي كان برضو حتها بطولة بس البداية كان بداية وحشة جدا وبعد كده الحمد لله ربنا قرمنا وإن شاء الله بإذن الله بطولة 2011 تحكيبتون وإن شاء الله جميع البطولات اللي داخلين فيها وساعدنا فيها إذن الله بشكرك كابتن هانيو بتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المرحلة المقبلة أو في بطولة الكاس طبعا بننوه لحضراتكم إن بطولة الكاس هتبدأ غدا إن شاء الله جمعة على ملاعب العالم الرياضة بالوفاء والأمل فيها عدد كبير جدا من الفرق هنحاول نقول لكم الفرق المشاركة معنا في بطولة الكاس عدد يعني عشر مجميع في كل مرحلة سنية ملعب السلام برضو استاد المحافظة هيتلاعب عليه ماتشاط بكرة في بطولة الكاس وملعب البراجيل هيتلاعب عليه ماتشاط محافظة الجيزة يوم السبت المقبل إن شاء الله نتمنى إن تكون منافسات قوية جدا ما بين الفرق المشاركة هنروح ناخد تقرير نشوف اللي حصل في دوري الحريف في الجولة الأخيرة المدربين قالوا إيه واللعيبة قالت إيه وبعد التقرير هنستقبل ثلاثة من نجوم المستقبل ومن نجوم مصر إن شاء الله المقبلين ثلاث لعيبة كل لعب بلعب في نادي مختلف عامل لكم كوكتيل لعيبة الحلقة دي يعني بنحاول نجيب أفضل لعب في المرحلة السنية في فرقته بيلعب فيها معنا ثلاث لعيبة النهاردة معنا أحمد بدوي ده نجم نادي الجونة مواريد 2002 واللي ماشي معاهم بشكل كويس جدا ولفت الأنظار لهذا الموسم وفادي رضا من نجوم نادي الترسانة فادي أعتقد 2003 أو حاجة زي كده ولكن متصعد مع 2002 في الترسانة ومن العناصر الأساسية اللي بيعتمد عليها الجهاز الفني بشكل كبير جدا في نادي الترسانة بقيادة الكابتن ناصر ونجم نجوم الدرويش مازن أشرف موليد 2008 وأيضا اللي ظهر بشكل كويس مع نادي الإسماعيل هنشوف التقرير ونرجع نستقبل نجومنا الكبار ومعنا المشاكس كابتن سلامة الأماش مدير فاني أكاديمية الجزيرة أهلا وسهلا بيك أهلا بحضرتك مليون مبروك فوزكم بدور الحريف الله يبرك فيك الحمد لله اللي خليك كلمنا عن أكاديمية الجزيرة أولا ثم مشواركم في البطولة سالية والله أكاديمية الجزيرة طبعا بالمينيا والفيوم أولا بشكر الكابتن سيد فاروق والكابتن محمد مهران أكاديمية الجزيرة بالمينيا قائمين على العمل موجودين بيعطلنا من أحسن اللعيبة اللي بتيجينا من مينيا لأكاديمية الجزيرة لدور الحريف بشكر طبعا الكابتن عدلي والكابتن صديق بمجهودهم الرائع بملعب الفيوم وتوفير الملعب وتوفير أدوات وتوفير كل حاجة بصراحة لنطلع مواهب فالحمد لله بإذن الله نطلع مواهب رائعة طلعتوا مواهب لفين؟ طلعنا مواهب لبتورجيت طلعنا مواهب لجونة طلعنا مواهب لبيريميز طلعنا للسكة الحديد طلعنا للترسانة يعني جميع عنديوة مصر إن شاء الله ميش غد قالوا الزمانك بقوا حدتها خلاص أه هو لا وعندنا لعب في الأهلي عندنا لعب 2008 مهتد عبد الكريم إن شاء الله مشروع اللعب ناجح في الأهلي ويمكسر الدنيا الحمد لله رب العالمين وصلنا للأهلي وما أنا كابتن عمر جلجاوي مدير فن أكاديمية جمال عبد الحميد كابتن عمر أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتكم ألمنا على مبارككم النهاردة كنتوا بتلاعبوا مين من نتيجة خلصت كم كانت؟ الحمد لله كان نهاردة بنلعب فريق فيكتوريا كان آخر ماتش في الدوري في الدوري التاني حمد لله كسبناهم ثلاثة واحد كان آخر مغرفة الدوري أنتم وكوفكم من في الدوري؟ الحمد لله من ثلاث أسابيع حمد لله سعادنا أول المجموعة وصلنا للتصفيرات النائية ونشتغل نعرض بقى على الماتش عجلين نكسر برضو نشتغل نستعد للتصفيرات إن شاء الله معنا حارس مرمى نادي الجزيئ أكاديمية الجزيرة تعرف بيك؟ أنا اسم محمد الكوردي نواري كان 2005 2005 كابتن سلامة ندهلك على طول افتكارها يا درب الجزاء أنت متخصص في دربات الجزاء؟ الحمد لله من السنة فاتت أنا دربات الجزاء فأنا بشطة مبروك عليكم الدوري وكلمنا عن أصعب المباريات التي قبلتها وإنت لعب وإنت حارس كلا؟ في مباريات كتير بس الحمد لله متعدلناش غير موتش واحد مع شفكر مع فريطي الصراحة بس الحمد لله معنا كابتن ماهر حسد المشرف على أكاديمية الجلاء كابتن ماهر أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا كلمنا عن مبارككم النهاردة كنتوا بتلعبوا من ونتجة خلصة كم كم؟ والله الحمد لله احنا كنا باللعب فريق العبور اللي هو الأول ماشي وإحنا في الدور الأولاني كان طبعا كان في نتيجة عالية المراتي الحمد لله بقى الأداء أحسن شوية وبنفنش بوضعي خلينا نحن في المرحلة اللي جاء إن شاء الله في الوضع الجديد هيكون فيه هيكل عام نقدر نشتغل عليه أفضل من اللي فات ومعنا الكابتن مصطفى عبدالقادر مدير فاني أكاديمية العبور كابتن مصطفى أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك بدايةنا أفندم بنبارك لكم على الفوز وعلى النتيجة وقال لنا موقفكم ايه في دور الحديث طبعا ومعنا المشاكس كابتن سلامة الأماش مدير فاني أكاديمية الجزيرة أهلا وسهلا بيك أهلا بحضرتك مليون مبروك فوزكم بدور الحريف الله يبرك فيك الحمد لله اللي خليك كلمنا عن أكاديمية الجزيرة أولا ثم المشاركوا في البطولة والله أكاديمية الجزيرة طبعا بالمينيا والفيوم أولا بشكر الكابتن سيد فاروق والكابتن محمد مهران أكاديمية الجزيرة بالمينيا قائمين على العمل موجودين بعطلنا من أحسن اللعيبة اللي بتجينا من مينيا لأكاديمية الجزيرة لدور الحريف أهلا بشكر طبعا الكابتن عدلي والكابتن صديق بالمجهودهم الرائع بالملعب الفيوم وتوفير الملعب وتوفير أدوات وتوفير كل حاجة بصراحة لنطلع مواهب فالحمد لله بإذن الله بنطلع مواهب رائعة طلعتوا مواهب لفين؟ طلعنا مواهب لترجيت طلعنا مواهب لجونة طلعنا مواهب لبيريميز طلعنا للسكة الحديد طلعنا للترسانة يعني جميع عنديوة مصر إن شاء الله ما يشغل قالوا الزمالك بقى وحددتها خلاص آه هو لا وعندنا لعب في الأهلي عند لعب 2008 يا مهتدى عبد الكريم إن شاء الله مشروع لعب ناجح في الأهلي ومكسر الدنيا الحمد لله رب العمين وصلنا للأهلي وما أنك كابتن عمر جلجاوي مدير فن أكاديمية جمال عبد الحميد كابتن عمر أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتك ألمنا على مبارك من النهاردة كنتوا بتلابوا مين من نتيجة خلصة كام كانت؟ الحمد لله كان نهاردة بنلعب بفريق فيكتوريا كان آخر ماتش في الدوري في الدوري التاني الحمد لله كسبناهم ثلاثة واحدة كان آخر مغارفة الدوري أنتم وكوفكم من في الدوري؟ الحمد لله من ثلاث أسابيع وحمد لله سعادنا أول المجموعة وصلنا التصفيات النائية نحن نشتغل ناردة بقى على الماتش عجين نيكسة بردو نشتغل نستعد للتصفيات إن شاء الله معنا حارس مرمى نادي الجزيئ أكاديمية الجزيرة تعرف بيك؟ أنا اسم محمد الكوردي نواريك كامل؟ 2005 2005 كان في فوالة الخطة 18 كابتن سلامة ندهلك على طول الفتكارة يا درب الجزاء أنت متخصص في الشيء دربات الجزاء؟ الحمد لله من السنة فاتت أنا دربت الجزاء فأنا أشتغل مبروك عليكم الدوري وكلمنا عن أصعب المباريات اللي عملتها وانت لعب وانت حارس كلا؟ في مباريات كتير بس الحمد لله وتعليل نشغل موتش واحد مع شفكر مع فريطي الصراحة بس الحمد لله معنا كابتن ماهر حسد المشرف على أكاديمية الجلاء كابتن ماهر أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك كلمنا عن مبارياتكم النهاردة كنتوا بتلعبوا مين ونتيجة خلصة كام كان والله الحمد لله احنا كنا باللعب فريق العبور اللي هو الأول ماشي واحنا في الدور الأولاني كان طبعا كان فيه نتيجة عالية المراتي الحمد لله بقى الأداء أحسن شوية وبنفنش بوضعي خلينا ان احنا في المرحلة اللي جاءة ان شاء الله في الوضع الجديد هيكون فيه هيكل عام نقدر نشتغل عليه أفضل من اللي فات ومعنا الكابتن مصطفى عبدالقادر مدير فاني الأكاديمية العبور كابتن مصطفى أهلا وسهلا بيك أهلا بيك يا فاندي أهلا بيك بناياتنا يا فاندي بنبرك لكم على الفوز وعلى النتيجة وقلنا موقفكم ايه في دور الحريف دول عصر طبعا الله بارك في حضرتك احنا الحمد لله دلوقتي احنا الحمد لله سعادنا ان شاء الله نلعب دور قبل النهائي ان شاء الله بإذن الله ومعنا المشاكس كابتن سلامة الأماش مدير فاني أكاديمية الجزيرة أهلا وسهلا بيك أهلا بحضرتك مليون مبروك فوزكم بدور الحريف الله يبارك فيك الحمد لله اللي خليك كلمنا عن أكاديمية الجزيرة أولا ثم مشواركم في البطولة سالية والله أكاديمية الجزيرة طبعا بالمينيا والفيوم أولا بشكر الكابتن سيد فاروق والكابتن محمد مهران أكاديمية الجزيرة بالمينيا قائمين على العمل موودين بعطلنا من أحسن اللعيبة اللي بتجينا من مينيا لأكاديمية الجزيرة لدور الحريف أه بشكر طبعا الكابتن عدلي والكابتن صديق بمجهودهم الرائع بالملعب الفيوم وتوفير الملعب وتوفير أدوات وتوفير كل حاجة بصراحة لنطلع مواهب فالحمد لله بإذن الله منطلع مواهب رائعة طلعتم مواهب لي فيه أهلا وسهلا بكم من جديد في الفقرة التانية مع نجومنا اللي قدمناهم قبل الفاصل نقدمهم تاني الكابتن أحمد بدوي نجم الجونة موليد 2002 من أول يا كابتن أحمد أخبارك إيه الحمد لله كويس أخبارك جونة إيه كويس الحمد لله وفادي رضا نادي التلسانة موليد 2004 أنا قلت 2003 لا هو موليد 2004 ومتصعد 2002 في نادي التلسانة وكان بيلعب يعني نسه بدرتش معه دلوقتي أنا هو قبل الفاصل بولي أنا لقيت آخر مطشين وكان ماشي فيه ومشاكل كويس جدا منورة فادي منورة كوتش ايه الأوضار في نادي التلسانة تمام والله الحمد لله كله تمام الحمد لله مبسوط من كابتن نصر اه هو مبسوط منك ولا ومادن أشرف موليد 2008 أصغر نجم بقى معنا النهاردة نجم نجوم الإسماعيلي تعملناه إن شاء الله يكون من نجوم الدرويش وصنبة الإسماعيلي ويكمل في الإسماعيلي بحد ما يسع الضرب أول منورنا ماذا شكرا آ equally والحمد لله بالك أدي في الإسماعيلي ثاني سنة دي بذلك ثاني سنة روح تبقى لإسماعيلي من إيه أو إزاي من على طريق كابتن إبراهيم خاضر كابتن إبراهيم اه كابتن إبراهيم خاضر جئت كابتن إبراهيم جابك اختبارات وشافوك في الإسماعيلي اه وجئت السنة دي قيموك فتقييمك كويس أكيد وعشان كده انت استمريت في نادر الإسماعي وانت فادي روحت الترسانة ازاي؟ كلمت كابتن أحمد سكاي من على طريق الفيسبوك بابا يكلمه وكده يعني استثماري وبعد كده روحت نجل الترسانة روحت الترسانة انت قبل الترسانة كنت بتلعب في الأهلي تقريبا؟ لعبت في الأهلي يعتبر ست شهور في أكاديمية الأهلي وبعد كده سعطت اللي هي الفرع 2004 نشئين نشئين 2004 في الأهلي اللعبت معهم تلت شهور اربع شهور بقى يومه كل سنة بيصفوا اه طبعا كل الأندية كده مش بالقالي بس كل سنة بيصفوا بينمشوا اللعب حتى يومت ماضي بيمشوك ايوه طبعا ما انت الأندية كلها بتيجي في آخر السنة بتصفك يعني كل النادي بيجي في آخر السنة هوم نجوم في آخر السنة ومشوني خلاله اه قالك احنا مش اه أنا برضه كملت في الأكاديمية كملت في الأكاديمية بعد ما تسعطت في الفرع جيت في نهاية الموسم قالك لها خلاص فكملت في الأكاديمية بعد كده روحت الترسانة اه برضه يا بحمد يعني روحت الجونة ازاي عددك انا كنت في نادي جلدي اه استثماري برضه جلدي في البداية اه اه فكنت ماشي معهم ستة شهور كده ماشي بشكل كويس معاهم ده امتا السنة دي ولا قبل كده السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت اه كنت ماشي معهم بشكل كويس ولعبت معهم ستة شهور ام بعد كده جالي حتة احسن في البنك الاهلي ام روحت هناك في البنك وشافوني وقضيت معهم بشكل كويس في الكابتر محمد عبدالله مدير الحراس الكابتر الحراس هناك في نهاية الجونة تحارس مار هناك الجونة ايو اه هناك الجونة فشافني هناك ونزلته وشافني وادربت معاه وشافني وضميلي الفرع يعني انت بعد القنك على طول اه روحت الالجون انت كنت بتقول لي انك روحت النصر في فترة في الاول خالص بديتي بديت انا ما عايز اعرف بدايتك منين او كانت فينين كنت في نادي النصر ام قعت حوالي سنة معاهم ام ده الكلام ده ام تمنш في اه الفين و out اشهر الفين و out اثنو dentro ام بعد كده خلصت معاهم نادي دوس deux كنت تتمرن في النادي النصر في مصر الجديد ايو ام خلصت معاهم وبعد كده رحت اختبارات بقى اختبارات الزمالي اختبارات للأهل اختبارات الترسنة بس طوال ما كانش ليه نصيف فيها فقلت اجرب الاستثماري رحت جلدي ربنا كرمني معا مناك عملت موسم معا كويس بعد كده جالي فرصة البنك الاهلي لعبت في البنك لعبنا وبالنا دي الترسنة وبالك كنت متصعد مع تسعة وتسعين لعبت وبالنا مناك وكسبنا ماتش كنت عماتش كويس جدا كنت محمد عبدالله كان اعب بصوت فاناك كده بفرق فاشفني فطلبني لك وروحت معا هلاك ستا لسه متأيتش معاهم من حد الوقتين انت رحت متأخر شوية ايبا اه طب لكنت تتمرم معاهم لغاية اخر الموسم ان شاء الله وكنت محمد قال لي خلاص تعتمي نفسك معانا وهتبطيهم دي اخر الموسم ان شاء الله باذن الله ماذا ينقول لي بقى برضو انت بدأت انت لسه طبعا لسه صغير 2008 اظهر واحد فيه بس انت بدأت بقى كورة ازاي قبل ما تروح الاسماعيلي كنت بتلعب كورة ومين اللي قالك انك عندك موهبة ومين اللي قالك انك لازم بتروح نيدي اه شافك ازاي يعني انت بتعب في الشارع كنت بتعب في الكادمية لأ ام صغري انا في اكاديمية اسكو اكاديمية اسكو ام رحت الانتاج الحربي بس يعني كان منشوار بعيد شوية عشان كده يعني جاء بعد كيا كملت في نادي اسكو وقبت ان براهيم قادر يشاف الموابه فيها ووديه النادي اللي اسماعين شافوني بعد كيا قادروني ايني يعني انت اول نادي تلعب فيه كان اكاديمية اسكو لكن اول نادي بقى كان نادي الاسماعيلي انت لما روحتي نادي الاسماعيلي شفت ايه هناك كويس يعني خلاكت وقت سنتين خلاكت تكمل كابتن باسم سحرة مستدرة طبعا كل التحفيز كان بيحافظنا كتير جدا كابتن باسم عبدالله المدرب بتاعك وكابتن براهيم برضو كان باسك 2008 الاسماعيلي كابتن عماد كان جاي من مصر برضو كان باسك 2008 كل دول انا عندي عليها ثلاث متربين احلى من بعض وكابتن براهيم قاطر كان بيحافظنا على طول هو كابتن باسم استفدت بقى ايه منهم يعني كل واحد استفدت من قيمة الثلاثة استفدت كل حاجة اعتبر يعني كابتن براهيم كان بيقولك ايه كابتن باسم بيقولك ايه كابتن عماد قاد ما اقو فترة قليلة حالة كابتن ب tragedy فاذي برضو اكتسبت ايه من الترسنة وايه اللي انتشايفه يعني الفرق ما بين الترسنة وبين اكاديمية النادي الاهلي وάνت لعبت فى حته قبل ان الاكاديمية بتاعك النادي الاهلي ولا لأ mani effectivement لانتلك تجربتين الاهلي اكاديمية الاهلي وندي الترسنة برضو استفدت اويه وايه الفرق ما بين حنو هنا هي الأكاديمية أعتبر كتعليم عادي هو كتعليم وفي النظام وفي كل حاجة دي أكاديمية أما نادي ترسانة علمني أبقى شخصية في الملعب أبقى بروح زيادة كابتن ناصر كمان كان بدينا نروح أبليما ننزل في المحاضرة وكابتن سلامة وكان كل القطاع بسم الله ما شاء الله كان ماشي معنا منتظم نشتغل معاك إزاي كابتن ناصر يعني قالك أنت نقصك إيه لازم نزوده أو أنت لازم تعمل إيه أو التعليمات اللي كان بيقولها لك الماتش الأخير مثلا أو الماتش القابل الأخير يعني قالك إيه قبل ما تنزل معك أو قال الفريق إيه وبتعامل معكم إزاي هو أول في الدور الأول كان بيتعامل معنا على اللي نحن نأخد نطلع من مجموعة بدور حلو يعني نطلع في الدور الأول بدور حلو مكسب نتائج كويسة أه فالماتش الأخير إحنا كنا قابليها يعني كنا خسرينين كنا منتعادل خسرين منتعادل موفزناش يعني ولا ماتش فهو كان على طول يدينا الروح المعنوية في الملعب في المحاضرة ينزلنا وإحنا بشخصية في الملعب قوية ومعادي يعني كابتن شايف أن مستواك تطور معنا أه بصراحة أبو حميد في الجونة برضو يعني أنت أخدت بقى كذا تجربة الجونة مرة معاهم قابليها البنك وقابلهم جلدي الوضع عامل إيه هناك في الجونة؟ أه والله هو كابتن أنا بشكر طبعا الكابتن محمد عبدالله مدرب على أعلى مستوى طبعا كابتن محمد عبدالله ده كان بمرا في ديجلة طبعا طبعا اه كان مدربين كويسين جدا وسافر ببرة شوية ولسه راجع بقاله سنة أو سنتين من أفضل مدربين اللي في مصر اتدربت معنا كويس مدرب بصراحة عظمني جدا جدا كنت جاي كان في عندي شوية حاجات نقصة يعني عندي فهو أنا بشكره جدا جدا لأنه هو السبب لأنه يكون موجود مع حضرتك هنا فهو شافني في البنك أول ما شافني هتكلم من مدرب بتاعي كابتن تامر في البنك الآن وقال له أنا عايزه كابتن تامر ده مدرب الحراس عندك في البنك اه فكلمه هناك وروحت معاه بص علي مرة واثنين وثلاثة وقال لي أخطاك وقال لي إلي فيه كويس وماشي فبدأت معاه هناك ويعبت معاه متوشة ودية أبال نادي التارسانة تاني مرة وبعد كده لعبنا أبال لإنبي فلعبت معاه وقضلت بشكل كويس وبصراحة مدرب حابيني جدا وكنت ماشي بعم شكل كويس جدا واستفدت برضو منه كتير طيب مازين بقى أقول لي برضو عاملين إيه في الدولة الجيزة والحريف الاتنية لأ أنا إسماعيلي مشارك في الجيزة أو مشارك في الحبيب أنا بروحش الحريف كتير تماعي في الجيزة الجيزة إحنا لعبنا الدول الأول كويس جدا هم والدول الخلي stating إحنا مشين في التاني أفني المصر الأول إحنا مشين في التاني مش بين تاني هم هم تماش من العبت كان مقش هناك الحد انه هاتي أنا زي ما هتقول حضرتك لأنا العبت الدول الأول كل الدول الأول كل ينزل مروحتش انت للحريف كتير؟ بروح بس مش كتير مش كتير انت المنافسة هناك قوية في الجيزة طبعا معاكم FC مصر منافسة انت شايف بات انا FC مصر والتعاون سيد الدقي والطلبية وانتو خلاصت دريبا فاضل لكم 3 ماتشاة او حاجة با كده 3 ماتشاة 3 ماتشاة ماشيين تاني انتو خلي بالك ان اول و تاني بيصعد للسوبر وبعدين من الثالث للخامس بيتهقلي بيلعب الكاس عندوكوا لعيبة كويسة في الفرقة عندك في الفرقة مين بقى اللعيبة الكويسة اللي انت شايف احمد برايما وبكر الشاب المسي جمال عبد العزيم سمكة عمر ربيع عمر رسام احمد ايمان تيتو واللعيبة برضو كويسة كل واللعيبة كلها كويسة جدا برضو تمام يعني احنا بنتكلم عن الإسماعيلي مع مع ماذن وبنتكلم بنشوف اللعيبة الكويسة في الإسماعيلي عملنا تقرير من داخل نادي الإسماعيلي فرق القاهرة منظومة كويسة وعملين شغله كويس وبرضو فيه اكتر من عنصر كويس جدا لفتوا الانصار خلال مشاركتهم سواء في دوري الجيزة او دوري الحريف عمل لنا التقرير ده الأستاذ مجدي فرق والأستاذة هنا هنطلع نشوفه ونشوف قالوا ايه ونشوفوا بيتمنوا ايه ليهم في المستقبل مع براءة من الإسماعيلي ونرجع نستكمل في فقرتنا مع نجومنا الكبار موليد كاما كابت محمد 2008 طلع في نادي إيه الإسماعيلي شمعنا اخترت إسماعيلي إسماعيلي النادي جبير ويتمنى الواحد يدخله يسف خلت فوراج مولد 2006 طلع في نادي إيه الإسماعيلي مركزك كيف الملع نص ملع طموحك تبقى زيمين لما تكبر مثلا في مصر هنا زيمي كده محمد صلاح استوى العلامي محمد صلاح اه تحترف في نادي إيه في مصر في مصر الأهلي الأهلي أول إسماعيلي أول إسماعيلي طيب وبرا مصر برا مصر ريفربور طلعت في حردان موليد كاما كده السلطان في وتسعة منين من بابا تلع في نادي إيه نادر إسماعيلي شمعنا اخترت نادر إسماعيلي نادر حل واخد برهات وكل اللعيبة طلع مني مركزك كيف الملع مركزة في ريض في ريض نفسك تلع في أزيمين لما تكبر الشهر محمد مصطفة محمد ده في مصر وزي وبره مصر كسام نفسك تلعب في نادي إيه برا مصر وفنتوس اسم يوسف طريف فاتح 2010 تلع في نادي إسماعيلي شمعنا اخترت نال إسماعيلي لهو محتر بيلعب كويس وهو حسن من تمنين طيب من بدر من بدر نفسك تلع في أزيمين لما تكبر الشهر محمد صلاح شمعنا فانصلاح شمعه بيلعب الشميل وبيلعب حسن لاعب وبيجيب جوان وهو لهدف بتاع ليفر بوك بس هلعب إن شاء الله وهجيب جوان نفسك تحترف في نادي إيه برا مصر نادي ليفر بورش تبقى أنت محمد صلاح بقى الثاني إن شاء الله إن شاء الله كلمة أخيرة توجهها لمين وتقوله إيه أوجهها لكابتننا عبدالرحمن وكابتننا كابتن عمر هم بيدربون حلو ومشاء الله عليهم بس إحنا بس إحنا مركز الثاني ماشا عاجب بس إحنا المفروض نكسب حمد شرف البرماوي مواليد كامي كابتن 2007 تلعب في نادي إيه؟ الإسماعيلي شمعنا إسماعيلي إنه نادي كبير وهاي حد يتمنى نادي فيه مركزك إيه في الملع فرود نفسك تلعب في نادي إيه داخل مصر غير الإسماعيلي بوترجيت شمعنا بوترجيت مش إله إلا إلا الزمارك أنا كنت ملع فيها بل مجل إسماعيلي نفسك تحترف في نادي إيه برا مصر برشلونة برشلونة نفسك تبقى زي من من اللعيبة مثلا في جوة مصر نحمد صلاح وبرا مصر رونالدي مين جاي معاك النهاردة أو مين بيساندك وايف جنبك على طول المنشورة؟ بابا نفسك توجهه كلمة بقى تقول له ايه؟ هذه المرة ليست حصل هنا وهو يسحق كل الشكر كلمة بقى حرة توجهها المين وتقول له ايه؟ من جهة لبابا وأقول له شكر نحن نشكرك شكرا جزيرة وبنتمنى لك التوفير شك اسمي عمى العالدين علي وهابة ماليك كاما كابتن عمى؟ أفنوسيت تلعب في نادي إيه؟ في الإسماعيلي ومين خطبت الإسماعيلي؟ عشان أنا قبل الإسماعيلي كنت تبقى عفل مصر بورسعيدي هو اللي وصلني للإسماعيلي تشاف الإسماعيلي إن شاء الله تحقق طموحك معا بإذن الله؟ إن شاء الله نفسك تبقى زي مين لما تقبل؟ محمد صلوق ده برا مصر يعني دول النجوم الإسماعيلي خدنا النهاردة جزء وإن شاء الله في الحلقات الجاية نقدر ناخد عدد أكبر من النجوم سواء في نادي الإسماعيلي أو اللي تقلقوا في معظم الأندعي فدي قل لي بقى تموحك إيه؟ عايز تعمل إيه مع الترسانة وعايز توصل فيها؟ إن شاء الله كامل مع الترسانة الموسم ده أه واشوفنا ده أكبر إن شاء الله بإذن الله أحمد برضو كان لك روحت اختبارات الزمالك إنت عدت شوية في الاختبارات إيه اللي حصل هناك؟ أول حاجة بدأت معهم إنك ثلاث شهور أكاديمية تعليم عجون الكبير واللعب وكده فبعد كده بدأت اختبارات وروحت اختبارت مرة خمس اختبارات وبعد كده جت في الاختبار الأخير فمشوني عشان ما كانش معايا واسطة ما يعني بص أنت ممكن ما كونش موفق ممكن يعني كان في حاجات بس هي الكرة ما فيهش واسطة أو يعني والتاني مرة خلصت الاختبار الأولى ده جت تاني مرة بعدها بسنة وروحت اختبارت تاني عملت برضو حوالي جيسد اختبارات ونزلت مع الفرقة كمعاك؟ 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 فهو شافني في التمرينة مرة واثنين وثلاثة بعدها جداني معايا ده روحت قال لي مش هينفع أخدك ألا لما يكون معك واسطة رن علي وقال لي واحدين ثلاثة أنا مش هينفع أخدك لما يكون معك واسطة أنا محتاجة لأنه تدفع فلوس يعني يعني عادي أقول لك أن الكلام ده أنت اللي بتقوله ممكن يكون صحة ممكن يكون من الأمور ما بتتحسمش كده في الأندية الكبيرة بشكل كبير يعني ممكن يكون في أندية تانية بس الأندية الكبيرة بتبقى صعبة ممكن تكون لعيب كويس بس في الوقت ده مش جاهز يعني وقلت له إنت لو مش عايزني ماشيني لو مش عايزني ماشيني يعني حصل معك ده في الزمالك فربنا يكرمك في القناة يعني تحاول بقى تخلي الزمالك بعد كده هي اللي هو اللي يطلبك بملايين يعني كنا بنتكلم عن دوري الحريف والمدربين اللي ظهروا بشكل كويس أو الأكاديميات اللي ظهرت بشكل كويس في دوري الحريف من ضمنهم أكاديمية النجوم العبور أو العبور F-C لنجحة أنها تتأحل بثلاثة أو أربع فرق من الفرق المشاركة معنا كابتن مصطفى مبروك الفرق اللي تأهلت ألف مبروك يا كابتن الله يبرك في حضرها تأهلت بإيه يا كابتن فرق اللي صعدت إيه احنا الحمد لله صعدنا بكل الفرق اللي احنا اشتركنا بيها 2009 2007 2005 2001 طبعا تم استبعاد طبعا طريق 2007 طبعا طبعا نحترم طبعا أي قرار طبعا يطلع من ضغط الحريف اللي هيلعب إن شاء الله النهايات 2009 2005 2001 طيب الاستعداد برضو الاستعداد النهائية بقى للنهائيات والتصفيات استعداد شكلها إيه والله كابتن احنا استنادي كان الوضع مختلف حرف انا تماما بالنسبة للنا يمكن انا بدت الحريف من بدري قوي عملت فترة اعداد اللولجب��면 تركزين الحمد لله medio حمد الله كانت كل المطورش الحمد لله مكسب الحمد لله فات يلا بكل الفرق فيش بسر الله هو من مختر الناش الله هو من مختر الله ومعل السلطة سواء في كاس الحريف أو الفرق اللي صاعدت بيها ومكمل بيها في دور الحريف من الأكاديميات الكويسة جدا والأكاديميات المحترمة على مستوى مدينة العبور باشكرا كابتن مصطفى ومازم بقى كلمة أخيرة حبيب تقول ايه لا أبويا شكرا اللي هو بيجري وراها جدا بيروح معك بها تعملات كلها و تعبات معك أنا طبعا معك بصراحة بس وأخويا برضو بيجري وراها جدا وهو برضو كان لعب كرة كبير أخوك كان لعب كرة كبير تلعب في الجرنان والله كان بلعب فيه لعب في إسكو هو اللي كان موردين إسكو وتلعب في الجرنان اللي هو يروح الزمالك أنا أتمنى لك يا مازل بقى إن شاء الله أنت أتعدي أخوك وتبقى من العيبة الجامدة جدا في مصر فادي تتمنى إيه ونفسك في إيه الفترة الجاية وتقول إيه أنا أول حاجة أعزي أوجه رسالة شكرة لولدي بتعم معي لحد دلوقتي إن شاء الله أقدمي المستوى جيد الفترة الجاية هو بصراحة هي فيغلو هناك ومشغول معي هنا بوجه رسالة شكرة تاني ووجه رسالة شكرة لأخويا برضو اللي كان لعب كرة وكان بيحميسني أنا ونزل ملعب وبردو كان بلعب في الجونة ومقاولين لعب يعني كرة وبنادق أصوان فريق أول تمام وإن شاء الله نفسي أطلع لعب كويس كده إن شاء الله بمجهود ربنا يا كرامك إن شاء الله يا فادي أحمد على حبيب تقول إيه بقى في الآخر باشكر والدي باشكر والدتي باشكر والدي داعب معي جدا فعلا من ساعة ما بدأت مشهوري هو ماشي معي فباشكره جدا وربنا يخليه لينا كلنا وباشكر والدتي ست فربنا يخليهم ليه وربنا يخليهم إن شاء الله أنا بنتمنى لك التوفيق يا أحمد وإن شاء الله تكون من أفضل الحراص ونادي الترسالة بتقول يا محتاج جونة 2002 مش هيسيبك تمشي يعني باشكركم باشكر أحمد بدوي نجم نادي الجونة 2002 وفادي رضا نجم الترسانة 2002 ومازل أشرف نجم الإسماعيلي 2008 وباشكر فريق عمل دور الحريف على المبهود الكبير المبزول منهم كابتن سعيد المصري والكابتن ميمي ونيم والكابتن كريم سعيد والمرأبين الكابتن نشأة والكابتن علي وكابتن محمد أهاب وقابليهم كان الكابتن نور وكل الحكام في منظومة الحريف سواء كابتن حمو أو كابتن زيزو أو كابتن ياسر أو كابتن زيدان وباقي الحكام والكابتن شولا ونتمنى لحضراتكم يعني مشاركة جيدة في دوري الحريف وفي كاس الحريف في المرحلة المقبلة إن شاء الله أسيبكم وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة يوم الخميس المقبل من برنامج الحريف